هنبدأ نرسم كده آآ بسيطة جماعة. عشان هنعمل ده مصار للحركة وحنربط القصة دي بالاكس فورم. فانا عملت بهزا المنزر. عبارة عن مجموعة من النقاط. ممكن اختاروا النقطتين اللي في النص. هنعملهم آآ بالشكل ده. كده اصبح عندي شكل متموج. بالمنزر اللي حضراتكم شايفينه ده. وممكن حتى لو انت حابب ان التموج ده يزيد. ممكن اكبر بتاعه شوية في اتجاه الواي. آآ ده حيكون مصار زي ما قلنا قبل كده. عشان هنمشي عليه مع شكل. هعمل منه تانية. التانية الحقيقة دي انا حعملها عايزة تتعكس. بحيث تبقى الحركة تحت عكس الحركة اللي فوق. كده اصبح عندي اهو الشكلين. طيب. هنمشي عليهم ايه بقى? هنيجي نرسم في البداية بتاعتهم. سيء مسلا شكل البوكس. بس انا عايز آآ ازبطهم بحيث يكونوا هما اللي متطابقين تقريبا. في نقطة البداية. حتى لو نقطة انها اختلفت مفيش مشكلة. هرسم بوكس بسيط كده بالمنزر اللي حضراتكم شايفينه. البوكس ده هطوله بحيث ان هو يوصل بين الاتنين. يعني يبدأ من هنا الهنا. الحقيقة بقى المرات دي احنا عايزين نعمل ايه? عايزين نماشي الطرف السفلي للبوكس على المصاري اللي تحت. وعايزين نماشي الطرف اللي فوق بتاع البوكس مع المصاري اللي فوق. دي جديدة. احنا كنا متعودين دايما في الباثكون سترينت انت بتاخده بتقول له باثكون سترينت بتربطه على مصار. وبعدين بنعمل سناب شاط فبنشوف عملية التكرار اللي تمت. المرة دي هنستعين بس الاول لازم نحط هنيجي نختار مجموعة النقاط السفلية اللي تحت دي. يبقى انت في الادت بولي اختارت النقط اللي تحت اللي في القاعدة. هتيجي بعد كده باللينكد اكس فورم. وتقول له الكنترول اوبجيكت بتاعي لسه طبعا مش باين ما رسمناهوش. هنبطري نرسمه كده سريعا نسيناه. الكنترول اوبجيكت بتاعي هيكون فيه ضمي بوكس او ضمي اوبجيكت تحت. ويكون فيه واحد تاني زيه. فوق. الضمي اوبجيكت دي هي اللي هتمشي على المصاري. لكنها هتبقى لينكد بمجموعة النقاط. هنشوف ازاي. تمام كده. نرجع تاني الموضوعنا. نتأكد بس ان الضمي كانوا مسليم. كده صح? نرجع تاني للموضوع بتاعنا. يبقى احنا عندنا تحت اهو مجموعة من النقاط هنختارها. هنيجي بعد كده باللينكد اكس فورم هقول له. واختار الضمي اللي تحت. هنكرر نفس الخطوة تاني. هقول له تاني. المرة دي هختار مين? هختار بقى مجموعة النقاط اللي فوق. بعد كده حاجة باللينكد اكس فورم. وهقول له واختار الضمي اللي فوق. يبقى احنا كده اصبح عندنا تود ضمي الضمي اللي تحت واللي فوق. نعمل تست. يلا. لو جيت حركة الضمي اللي تحت. بيتحكم في الطرف السفلي. لو جيت هتحكم في الضمي التاني اللي فوق. بتحكم في الطرف العلوي. يبقى احنا كده مظبوط شغلنا سليم. نيجي ناخد بقى الضمي اللي تحت. وعلى الانيميشن. ونقول له لو سمحت بالباث كونسترينت. ربط لي ده على المسار السفلي. هنيجي كمان بجزء التاني. ونقول له برضو في الانيميشن. كونسترينز. ونربطه على الجسم اللي فوق. هنا بقى آآ حصلت مشكلة صغيرة. احنا ما كناش متوقعينها. نشرحها كده بصورة بعضو. نعمل بس او خليها حتى زي ما هي ما فيش مشكلة. او ايه اللي حصل? ليه اخد بداية الخط هناك? هتلاحز دلوقتي ان هو ما اعتبر ان النقطة رقم واحد. النقطة رقم واحد. هي النقطة اللي عالطرة في الهناك. كده اهو. هتلاقي دي عقامها واحد اتنين تلاتة. الموضوع ده حلو بسيط جدا جدا. هتيجي تاخد انت النقطة اللي انت محابة بدناها تكون نقطة البداية. وهتقول له لو سمحت مجرد ما بتقول له هيعكس لك الحركة. فكده انت هتلاحز ان هو بدأ يمشي فعلا زي ما كان مخطط له. كده احنا خلاص خلصنا. متبقي بس ان احنا نختار الابجيك بتاعنا ده. واللي هو البوكس ده. وحنقول له آآ سناب شوت. من زيرو للمية. هنخلي العدد بتاعنا سيء مسلا برضو مية. ميت بوكس مسلا. وحقول له اوكي. هيبدأ كده فعلا يدي لك التموج اللي انت عايزه. الموضوع ده طبعا بيعتمد على حسب شكل بتاع المصار. المراض احنا عملنا لكن انت كان ممكن تعمله مسلا شكل مغلق زي بوكس او سفير. او ايا كان الشكل اللي انت حابب تشتغل فيه. بحيس ان انت من تحت تبقى قاعدة مربعة مسلا من فوق دائرية. لو بتعمل مبنى مسلا. او لو بتعمل آآ مبنى ايا كان بقى شكله. فكر كده. عندك يعني شكلين هندسيين. وانت عايز تربط منهم بمسارات الحركة. بسيط جدا. جدا جدا. ورجعنا تاني يا جماعة دلوقتي لنفس السابق. بس المرة دي انا زودت عدد السيجمانس الخاصة بالبوكس. كل حاجة زي ما هي بالزبط. لكن الجزء التاني للتعالوا نطبق نفس القصة دي. ونعمل اليدت بولي. بس المرة دي. واحنا بنعمل اليدت بولي. هنستخدم خاصية الصوفت سيليكشن. فانا مسلا جيت اختارت مجموعة البرتيسيز اللي تحت. هقول له يوز صوفت سيليكشن. وهنا بقى دي محتاجة مننا قدر من التجارب. فانا حقول له مسلا خلينا كده الفولوف يصل تقريبا الى النص. وبعدين حديله اللينكد اكس فورم زي ما احنا تعلمنا. هقول له بيك كنترول اوبجيكت. هركبه على الضمي اللي تحت. هعيد الخطوات من تاني. ايدت بولي تانية فوق. فحاجة حطها فوق. هقول له يوز صوفت سيليكشن. برضو هوصلها تعريبا للنص بالتعريب. وبعد كده حديها تانية. برضو كنترول اوبجيكت وحبدأ اربطها. هنا الحقيقة الموضوع بقى متعته فين? وانت بتعمل الموفي انت بتشوف ايه اللي بيحصل معك. طيب ايه اللي حصل معنا? اللي حصل معنا ان اللينكت اه اوبجيكت لفوق واللي تحت اتحركه فعلا. لكن بسبب ان الفول اوف ما كانش كبير. ففيه جزء تركوه من البوكس القديم. طيب هنا او التعديل هنا يتم ازاي? ارجع كده لكل واحد منهم وابدأ جرب لو زودت الفول اوف بتاع دايه. ايه اللي هيحصل مسلا? طيب انا كده زودت الفول اوف مثلا بتاع جزء السفلي. طيب بالنسبة اللي ايدت بولي التاني لو جيت برضو زودت الفول اوف بتاعه. هتبدأ تلم معك الموضوع. بس انا برضو حابب ان يبقى فيه خفيف مش عايز يبقى الموضوع اه يعني اه صلب صلب تماما زي اللي فات. احنا كده معلش فقدنا جزء لفوق. فكده اهو احنا مسلا عدلنا فدلوقتي لو جيت بقى بدأت تتعمل عمالية الحركة هتبدأ تتحرك بس هيبقى فيه قدر من بالمناسبة برضو انت كان ممكن في بتاعتك بس هشغل لو حابين طبعا يعني. كممكن تبدأ كمان تعمل برضو عملية بيحتفظ بيها. فيبقى انت بتعمل دلوقتي حركتين بجانب انت ربطها بس انت عامل مسلا بشكل معين. والله يا حابب كمان تجرب موضوع مسلا برضو يشتغل معك. بتنساش ان بتنقل التلات معانا. فانا كده عملت قدر من التشكيل عالي جدا. هنختار بعد كده البوكس بتاعنا. زي ما احنا متعودين. هقول له بعد كده. عفوا. هقول له سناب شاط. وبرضو زيو لمية لمية. هقول له اوكي. طبعا ما ننساش المعروضة يا جماعة ان عدد كبير. فلما بتعمل تكرار او هنا بيبقى برضو الموضوع اه مش صغير فانا بقى برضو حزرين واحنا بنشتغل عشان الكمبيوتر بتاعنا يعني ما يحصلوش اي مشكلة ويتقبل الموضوع بالسهولة كده. الموضوع اصبح في قدر من التشكيل ما كانش موجود قبل كده. وهنا بقى انت تقدر تجرب على قد ما تقدر.